بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بنتكلم على النوع الأول منهم وهو Single Action Slender سينيشوف يتحرك ازاي لو شفنا الرسمة موجودة قدامنا بنجد ان من Storage Tank بيمشي في هذا الاتجاه مع الأرز يبقى يضغط على هذا البستون يبقى يضغط على هذا البستون يديني Outward Stroke اللي هعمل بيه المشوار اللي اعمل من الممكن ان استعمله في شغلة معينة او من الممكن ان احول الحركة من Linear Motion الى Rotational Motion واخد Rotation Motion هي اللي هعمل بها الجوب اللي بعمل يبقى اذا ده المشوار Outward Stroke لما يضغط على هذا البستون في هذا الاتجاه لما يضغط على هذا البستون في هذا الاتجاه هيعملي يعملي Compressed للسبرينج اللي موجود عشان اعمل طب بعد ما عملت الجوب المطلوبة بعمل ايه ده سلونيت فالف او سلونيت فالف يعكس اتجاهه عشان يخليني اخرج ال Air من ناحية التانية Under Pressure انسو ان انكر العملية يبقى الرسمة ايه بتوريني ال Outward Stroke تعالى الرسمة بيه اللي هي ال Return Stroke ايه اللي بيحصل انا عملت الشغلانة بالضغط البستون اضغط في هذا الاتجاه Under Pressurized Air هعكس بعد ما خلصت الجوب بتاعتي واقول ان انا Under Pressure اللي جاي من السبرينج فورس ال Stiffness اللي بتاعت السبرينج هيرجع البستون في هذا الاتجاه ويطلع ال Air وهيكون انتعكس طبعا حركة سلونيت فالف في هذا الاتجاه يبقى بطلع اليه وانسو انو نعيد هذه العملية تعالى نشوف الشرق لمقطعه جايبينه في Slender فيها الخاصية اللي هي Single Action Slender ادي السبرينج اللي هو باللون الاصفر اللي موجود قدامنا ودي عندي المشوار اللي هيحصل عندي هيحصل هنا ايه ان انا عايز اضغط في هذا الاتجاه اضغط في هذا الاتجاه يعني كده خط ال Outward Stroke ال Air بيدخل من هنا وطبعا لما بعكس سنود فالف منطلع ال Air من الاتجاه الاخر والتم العملية بتتكرر في هذا الاتجاه طيب نشوف فيديو يوريني ازاي هذه العملية بالتم لو جينا نشوف هنا هيعمل ايه pressurize dairnui اهو ضغط رفع ايده سبرينج رجع ال Outward Stroke اللي ضغط به عشان يعمل ايه يطبع الفورس على هذه الكنز اوكي ال Empty Canz دي اهي شوف يبقى الهدف انه يعمل هذه الشغلات يرفع ايه خلاص يبقى سبرينج ترجع سبرينج فورس ترجع البسطن الى الوضع الاول وهكذا وبتتكرر هذه العملية